بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله الان مع الفصل الرابع وهو يتحدث عن الارشاد الاسري. والموضوع طبعا احنا بندرس الارشاد زوالي احتاجات الخاصة والاسرين. فيعني لازم نتطرك الى موضوع الارشاد الاسري. هنبدأ بتعريف الارشاد الاسري. ما هو الارشاد الاسري? الارشاد الاسري يتناول العمليات التي تتم داخل الاسرة كوحدة تجتمل على مجموعة من الافراد. يبقى في دخل الاسرة في عمليات وتفاعلات وعلاقات جميل. ده الارشاد الاسرة بيهتم بهذه ايه العمليات? التي تتم داخل الاسرة كوحدة داخلها داخل هذه الوحدة في مجموعة افراد. دي مهمة جدا. مجموعة من الافراد. وفي تلتق الاسرة مع المرشد لمناقش الديناميات كل فرد. آه كمان يعني المرشد بيلتقي مع الاسرة عشان يكون في منقش. المناقشة دي بتهتم بايه? بالالاقات والتفاعلات مع باقي اعضاء الاسرة. كل فرد او كل عدو من اعضاء الاسرة. كيف تفاعلاته وعلاقاته مع الباقي. وهنا لازم نتكلم على موضوع يعني مهم جدا بالنسبة للارشاد الاسرة هو النسق الاسرة. طب الفاميلي سيستم قائم على ايه? قائم على فكرة أن الكل لا يمكن فهمه الا من خلال دراسة اجزائه. في علاقتها بعضها البعض. الكل اللي هو الاسرة لا يمكن فهمه هذه الاسرة الا من خلال دراسة اعضائها وايه? واف job. وهو ده فكرة النسق الاسره. كمان النسق الاسره عبارة عن نظام معقد لعناصر متفاعلة مع بعدها البعض. النزام المواقد اللي هو الاسرة والعناصر اللي هم اعضاء هزه ايه? الاسرة وايه? نحاول ان احنا ايه؟ نفهم آآ الاسرة عن طريق فهم كل عدو من اعضاء هذه الوسطة. طيب ايه مبررات ارشاد اصر زوال احتياجات الخاصة? احنا ليه? بندرس آآ ارشاد اصر زوال احتياجات الخاصة. واحد لازم يكون فيه آآ عندنا شعوب المسئولية الشرعية. ان احنا نساعد هؤلاء الاسر زوال احتياجات الخاصة. طيب مفهوم البيع الكلية حول الطفل كمان ان الطفل ده لن ينجح الا بما بفهم البيئة التي تحيد بيه. البيئة الكلية لهذا الطفل. جميل? طيب كمان اكتشاف المبكى للاعاقة وده ازا ده استطاعنا ان احنا آآ نتعامل مع الاسرة ككل هنكتشف بعض المشكلات التي تقابل هذا المعاقف في المستقبل او هذه كمان ايه العائلة او الاسرة في الخاصة. برضو. ليه احنا احنا بنقدم ارشاد الاسرة زوال احتاجات الخاصة? اول شيء التأثير العميق للوالدين في التعليم المبكر للطفل. التأثير العميق للوالدين في التعليم المبكر لمين? للطفل. ده نقطة مهمة جدا. وهي نقطة خاصة بايه? خاصة بايه? ان الولدين دول لهم تأثير عميق او تأثير كبير في تعليم هذا الطفل في وقته مبكر. انه كثيرا من اباء الاطفال زوال احتياجات الخاصة او المعارضين للاصابة لا يحزن النعاية اطفاله. ده ناتج لا اما لجهل بحالة الطفل واحتياجاته او لنقص الخبرة. يمكن يكون عندهم جهل لحالة الطفل واحتياجاته او نقص الخبرة في تعليم هذا الطفل. فعشان كده احنا بنقدم لهم ارشاد بنعلمهم ازاي يتعاملوا معاه بنكسبهم بعض المهارات وهكذا. كل ذلك. طيب بعدين ردود الافعال الوالدية والاسرية السلبية. بعض الاباء والامرات بتكون عندهم مدود افعال سلبية. جميل? تجاه هذا الطفل ما بيتقبلوش احنا ما بنعمل لهم ارشاد وبنقدم لهم ارشاد لاسر زوال احتياجات الخاصة. نحن بنلغي جزء كبير من الافعال السلبية او المشاعر السلبية تجاه هذا ايه الطفل او هذا المعاق. طيب اهم المشكلات التي تعانها منها اصر زوال احتاجات الخاصة. يعني ايه المشكلات اللي بيعاني منها اصر زوال احتاجات الخاصة? اكتشاف حالة الاعاقة لده اطفال. يعني اين? يبقى ممكن انه هما اه يعني او اول مشكلة بتقابلهم هما اكتشاف حالة الاعاقة. وادراق حقيقة على ده مقابليتهم للشفاء. وان الاعاقة ايه ده ليس لها ايه شفاء. طيب الكيودة التي ترفضها الاعاقة على نشاطات القصفة دي مشكلة من المشكلات. اه جميل هما يعني بتحد الوجود الطفل معاق من نشاطات القصفة زي كانت نشاطات اجتماعية او نشاطات ايه طرفهية او طرفحية. طيب صعوبة في ضبط سلوك الابل من زوال الاحتياجات الخاصة بيقابلهم صعوبات في ضبط سلوك هذا المعاق. ودي نقطة مهمة جدا. تأثير الاعاقة على استقرار الوضع الاسري وعلى الاخرى بشكل عامل. وجود طفل معاقب يؤثر على استقرار هذه الاسرة وعلى الاخرى بشكل عامل. كمان عندنا مواقف الاقارب او الاصدقاء او افراد المجتمع من الاسرة. هل العلاقات بتصبح كما هي ولا بتكون هناك مشكلات في العلاقات مع باقي الاصدقاء والاقارب. عدم شعور الوالدين باستجابة طفلهم لجهودهم. طبعا المعاقين يحتاجون تدريب مستمرة ومتكرر. فالاباء والامهات قد يعانون من بعض المشكلات بسبب الاستجابة البطيئة او عدم يعني تعاود الطفل بسهولة على بعض الاسليب وبعض ايه? وبعض الطرق التي قد تساعده. فبياخد مجهود منها من الوالدين. هزيه يعني هزيه المشكلة بتشعرهم بايه ببعض احباط بالنسبة للوالدين. احباط بالنسبة للوالدين. احباط بالنسبة للوالدين.